موقع ايرامن يوز وهناك دول تعترف ايضا في افريقيا به وقد اثار منذ ايام قليلة جدل كبير وازمة بين تونس والمغرب بسبب ذلك الاستقبال الرسمي الذي حظي به ابراهيم غالي من طرف قيس سعيد وطبعا هذا الامر اثار الكثير من الجدل والحديث هنا وهناك صحف ومواقع جزائرية بدأت تتحدث مثلا الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يفضح نظام المخزن عبر الاعلام الاماراتي اعتبر الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في حديث الادلة به يوم الثلاثالي صحيفة ايرامن يوز الالكترونية الاماراتية ان النظام المغربي يمارس الابتزاز ضد تونس بعد استقباله من قبل الرئيس قيس سعيد ثم اولدت بعض ما جاء في هذا الحوار الذي اجراه ايرامن يوز مع ابراهيم غالي ايضا موقع اخر قالك ضربة جديدة للمخزن الرئيس الصحراوي حاضر في الاعلام الاماراتي نشر موقع ايرامن يوز الاماراتي حوار مع رئيس جمهورية الصحراء الغربية ابراهيم غالي يعني حتى الاسم مازال حيري فيه نقل فيه مواقف زعيم جبهة البوليزاريو في تطور لافت يبرز انفتاح غير مسبوك للإعلام المقرب من الدوائر الحكومية في الامارات على قضية الشعب الصحراء وبعد ذلك تحدث الموقع حول ما جاء على لسان ابراهيم غالي في موقع ايرامن يوز حيث وصف الاجراءات التصعيدية التي اتخذها المخزن ضد تونس على خلفية مشاركته في الندوة الدولية كاد ثمانية بالغاضبة والمبالغ فيها يعني هذا نموذج اخر خلينا نزيد ونشوفوا مواقع اخرى ايضا نجد جريدة الشروق كتبت الرئيس الصحراوي لصحيفة اماراتية النظام المغربي يمارس الابتزاز ضد تونس الصحيفة اوردت بعض مما جاء على لسان ابراهيم غالي في حواره مع هذه الصحيفة الاماراتية ايضا على عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك تم الحديث على اساس ان هذه الخرجة ستثير الجدل بل هناك موقع الكتروني تحدث من انه بوادر ازمة بين المغرب والامارات موقع اماراتي يحاور الرئيس الصحراوي ثم يكتب بعد تخندق اعلام الامارات لسنوات طويلة في صف الاحتلال المغربي للصحراء الغربية فجر موقع ايرامنيوز مفاجأة كبيرة عبر حوار مع الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي واجر موقع ايرامنيوز الاماراتي حوار مع الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي عاد فيه للازمة المفتعلة من طرف المغرب ضد تونس بسبب مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية في قمة تيكات ثمانية بتونس ثم اورد الموقع بعض مما جاء على لسان ابراهيم غالي ولكن تلاحظ انهم دائما يؤكدوا الموقع الاماراتي حيث انه تم التركيز على الموقع انه هويت اماراتية وانه ابراهيم غالي اجرى حوار خرجة اعلامية اعتبروها ضربة كبيرة للمخزن المغربي وللمغرب وجر الحديث على انه من المحتمل ان تكون هناك بوادر ازمة ما بين المغرب والامارات وما الى ذلك من هذه الادعات اولا انه هذا عبر على شيء وهو ان الجزائر صارت تبحث عن اي خرجة حتى تسوقها على انه انتصار للقضية الصحراوية حتى اصبح اجراء حوار مع موقع اماراتي دليل قاتل على ان القضية فرضت نفسها وان المغرب في ازمة كبيرة يعني وصلنا الى هذا الدرجة رغم انني لست ضد انه موقع الكتروني يجري حوار مع شخص كان شكل ازمة معينة واثار الجدل في خرجة ومن تونس من المهنية الاعلامية نسمع منه ونسمع من الاخرين وهذا دور الاعلام ولكن انك تحاول معناها انتصار دبلوماسي للقضية وانه المغرب في ازمة وانه من الممكن ان تكون هناك ازمة ما بين الامارات والمغرب اعتقد بانه طرح سخيف جدا حقيقة سخيف بمعنى الكلمة ولا يعقل ان يبنى عليه شيء ولا يمكن ايضا ان يعتبر وجهة نظر اصلا